يا نجوما تتألق في سماء العربية ويا نجمات يا لسانا ينطق شهدا بأسمى اللغات لقاؤنا يتجدد بكم عبر فضائية الأنر ومع برنامجكم لغتنا الجميلة أعزائنا الطلاب ستكون رحلتنا اليوم مع الفعل في هذه الحلقة سنتعرف إلى أنواع الفعل من حيث الزمن وقبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم رأيكم أن نتذكر بعض المعلومات تذكر معي عزيز الطالب أقسام الكلام ثلاثة الاسم والفعل والحرف الاسم عزيز الطالب هو كل ما دل على إنسان أو نبات أو حيوان أو جماد أو أي شيء آخر أما الفعل هو ما دل على حدوث فعل في زمن معين وأما الحرف هو كل ما ليس له معنى إلا في جمل تامة ومفيدة هيا أجب معي هذا التدريب وبسرعة اختر الإجابة الصحيحة وَلَمَّا أَسْفَرَ الْفَجْرُ الفعل في الجملة السابقة الفجر أسفر ولما انظر جيدا إلى هذه الكلمات وحدد الفعل بسرعة نعم أسفر الفعل في هذه الجملة أسفر الفعل هو تذكر معي تعريف الفعل نعم هو كل لفظ يدل على حدث مرتبط بزمن واليوم في هذه الحلقة بإذن الله سنتعرف إلى أنواع الفعل من حيث الزمن كل نوع بالتفصيل طلب أمجد زيادة عدد الحدائق هل تذكر أمجد في عرص الطفولة؟ نوع الجملة السابقة ما نوع هذه الجملة؟ انظر فورا إلى أول كلمة في هذه الجملة وحدد نوع هذه الكلمة طلب ما نوع هذه الكلمة؟ إنها فعل إذن هذه الجملة تبدأ بفعل إذن فورا هذه جملة فعلية كل جملة تبدأ بفعل تسمى جملة فعلية هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وتأمل معي القطعة التالية تأمل جيدا لأننا نريد استخراج الأمثلة من هذه القطعة اقرأ معي وردت هذه الفقرة في درس هواية التمثيل إنه حسام كان في أوقات فراغه يفزع إلى المرآة يقف أمامها كالفارس وينظر إلى وجهه كان يضحك أمام المرآة فتشرق أساريره وتلتمع عيناه فيعبس وجهه ويقطب حاجبيه تارة يهمس بهدوء وتارة يصرخ بصوت غليظ وحين يتعب يستلقي على فراشه هذا حين أراد حسام أن يتدرب على العرض المسرحي إذن ماذا كان يفعل حسام في أوقات فراغه؟ كان يفزع إلى المرآة يسرع إلى المرآة مرادف يفزع يسرع يفزع إلى المرآة انظر إلى هذه الجملة وانظر إلى الكلمة المخطوطة وانتبه معي لتكمل الجدول التالي الكلمة المخطوطة هي يفزع يفزع ما نوعها من أقسام الكلام؟ اسم فعل حرف ما نوعها؟ يفزع إنها فعل ما الزمن الذي تحمله هذه الكلمة؟ ما الزمن الذي يحمله هذا الفعل؟ يفزع يفزع الآن إذن يفزع في الوقت الحاضر إذن هذا فعل دل على حدث في الزمن الحاضر هذا فعل دل على حدث في الزمن الحاضر انتبه معي أيضا انظر إلى حركة آخر هذا الفعل إنها الضمة إذن هذا فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهذا هو عزيز الطالب الفعل المضارع ركز جيدا الفعل المضارع هو فعل حدث في الزمن الحاضر مرفوع وعلامة رفعه الضمة انتبه معي أيضا إلى جملة أخرى كان ينظر إلى المرآة فيضحك أمام المرآة تشرق أساريره تشرق أساريره انظر معي إلى الكلمة المخطوطة أين كلمة المخطوطة تشرق ما نوعها هل هي اسم أم فعل أم حرف إنها فعل فعل حدث في الزمن الحاضر تشرق الآن ولاحظ أيضا حركة آخر هذا الفعل إنها الضمة إذن هو مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهذا هو الفعل المضارع انتبه معي أيضا تلتمع عيناه تلتمع عيناه انظر إلى الكلمة المخطوطة وبسرعة أكمل معي هذا الجدول أين الكلمة المخطوطة؟ نعم تلتمع منعها اسم أم فعل أم حرف إنها فعل ما الزمن الذي يحمله هذا الفعل؟ الزمن الحاضر ما حركة آخر هذا الفعل؟ إنها الضمة إذن هذه الكلمة فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة تلتمع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة إذن الفعل المضارع هو فعل يدل على حدث في الزمن الحاضر حركة آخر هذا الفعل الضمة يعبس وجهه هيا أين الفعل في هذه الجملة؟ يعبس هو فعل يحدث في الزمن الحاضر وحركة آخره الضمة لذا هو فعل مضارع إذن ماذا نستنتج من خلال الأمثلة السابقة؟ تركز معي وتذكر ما أوردناه في الجداول السابقة الفعل المضارع هو الفعل الذي يدل على حدوث عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل مثل يفزع وتفرح كيف يصبح هذا الفعل يدل على الزمن المستقبل؟ بإدخال الحرف سين أو سوفا لو قلت سيفزع أي سيفزع في المستقبل سوف يفرح أي سوف يفرح في المستقبل وتذكر معي ما حركة آخر الفعل المضارع؟ الفعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره هيا أجب معي هذه التدريبات وبسرعة اقرأ الجمل التالية ثم صنف نوع الفعل وحركة آخره في الجدول الذي يليها هيا انتبه معي يهمس بهدوء هيا أكمل هذا الجدول أين الفعل في هذه الجملة؟ يهمس ما نوع هذا الفعل؟ يهمس الآن إنه فعل مضارع انظر إلى حركة آخر هذا الفعل إنها الضمة إذن هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة انتبه معي إلى جملة أخرى أين الفعل في هذه الجملة؟ يصرخ بصوت غليظ يصرخ الفعل في هذه الجملة يصرخ ما نوع هذا الفعل؟ فعل مضارع انظر إلى حركة آخر هذا الفعل إنها الضمة إذن هو مرفوع وعلامة رفعه الضمة يصرخ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة هيا بنا ننتقل إلى تدريب جديد ميز الفعل المضارع في الأفعال التالية اقرأ معي هذه الأفعال وعبئ وردة الفعل المضارع يطلب يطلب فعل مضارع مضارع ناقش هل حدث هذا الفعل في الزمن الحاضر؟ ناقش لا تحدث لا أكتب أكتب الآن في الوقت الحاضر إذن هذا فعل مضارع غنوا غنوا أنا أطلب ممن أمامي أم يغنوا إذن هذا ليس فعلا مضارعا يعمل يعمل الآن في الوقت الحاضر إذن هذا فعل مضارع ولاحظ الضمة اشترك هل حدث هذا الفعل في الزمن الحاضر؟ اشترك اشترك وانتهى في الزمن الماضي تغرد 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 الآن إذن هذا فعل مضارع جلس 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 وانتهى ليس في الزمن الحاضر وانظر أيضا هل حركة آخر هذا الفعل هي الضمة؟ لا إذن هذا بالتأكيد ليس فعلا مضارعا يستعد 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 الآن إذن هذا فعل مضارع يلبس نعم اعلم لا قرأ قرأ وانتهى يدخل يدخل الآن هذا فعل مضارع انتبه معي إلى تدريب جديد اقرأ الجمل التالي واضبط الأفعال المخطوطة ركز جيدا على الضبط تفتك الحشرات بالشجر انظر إلى الكلمة المخطوطة ما نوعها من أقسام الكلام؟ إنها فعل ما نوع هذا الفعل من أنواع الفعل من حيث الزمن؟ إنه فعل مضارع تفتك الآن ما حركة آخر الفعل المضارع؟ نعم الضم إذن فورا تفتك تفتك الحشرات بالشجر لماذا وضعنا الضم؟ لأنه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم انتبه معي بدأ حسام يستعد للمشاركة لماذا؟ لأنه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم كان حسام ينتقل في غرفته بتثاقل لماذا؟ لأنه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم هيا معي عبر عن الصور التالية بجمل تبدأ بفعل مضارع انظر إلى هذه الصور وعبر تلعب الفتاة بالكرة هذه جملة بدأت بفعل مضارع انظر يقلم البستاني الأغصان وانظر معي إلى هذه الصورة وعبر انه الطبيب يفحص الطبيب نظر المريض سننتقل إلى نوع جديد من أنواع الفعل من حيث الزمن وهو فعل الأمر تناولنا الفعل المضارع والفعل المضارع هو ما دل على حدوث عمل في الزمن الحاضر وهو مرفوع وعلامة رفعه الضم أما فعل الأمر فسنتعرف عليه الآن وبشكل سريع انتبه معي إلى هذه الأمثلة انتبه معي وانتبه لشرح المعلم انتبه لشرح المعلم انظر إنه فعل أنا أطلب منك أن تنتبه لشرح المعلم إذن انتبه فعل دل على طلب حدوث الفعل وهو الانتباه انتبه معي إلى المثال التالي أطع والديك فهما جنتك ونارك أطع فعل دل على طلب حدوث فعل الطاعة إذن أطع فعل أمر انظر معي إلى المثال التالي استيقظ مبكرا استيقظ مبكرا انظر إلى الكلمة الملونة إنها فعل فعل دل على طلب حدوث الفعل وهو فعل الاستيقاظ أنا أطلب منك أن تستيقظ مبكرا إذن هذا فعل أمر إذن عزيز الطالب فعل الأمر هو طلب حدوث الفعل في الزمن المستقبل طلب حدوث الفعل في الزمن المستقبل اكتب انتبه إلعب إلبس اقرأ هذه أفعال أمر سنتعرف إلى النوع الثالث من أنواع الفعل من حيث الزمن ولكن بعد الفاصل فانتظروني أعزائي الطلاب عدنا إليكم من جديد تعرفنا إلى نوعين من أنواع الفعل من حيث الزمن وهو الفعل المضارع وفعل الأمر سنتعرف الآن إلى النوع الثالث من أنواع الفعل من حيث الزمن وهو الفعل الماضي انتبه إليه جيداً ورد معكم في درس حلب حلب هي العاصمة الثانية للجمهورية السورية ويقال إن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد مر بها وحط رحاله على تلتها العالية وحلب بقارته الشهباء فيها ومن هنا سميت حلب الشهباء أسس سيف الدولة الحمداني دولته في سوريا وَجَعَلَ حَلَبَ عَاصِمَةً لَهَا وَبَنَى قَلْعَتَهَا الشَّهِيرَةَ وَاتَّخَذَهَا مَقَرًا لَهُ انظر إلى هذه الجمل التي وردت في هذه الفقرة مر سيدنا إبراهيم بحلب مر ما نوع هذه الكلمة؟ إنها فعل أسس سيف الدولة دولته في سوريا أسس فعل أيضاً تخذ سيف الدولة قلعة حلب مقراً له اتخذ فعل أيضاً انظر هذه هي قلعة حلب انتبه معي إلى هذه الأمثلة مر سيدنا إبراهيم بحلب أسس الدولة في سوريا اتخذ القلعة مقراً له انظر إلى الكلمات الملونة مر أسس تخذ ما نوع هذه الكلمات من أقسام الكلام؟ إنها أفعال مر فعل أسس فعل اتخذ فعل أيضاً لاحظ عزيز الطالب مر وانتهى مر في الزمن الماضي إذن ما الزمن الذي يحمله هذا الفعل؟ الزمن الماضي أسس أسس وانتهى في الزمن الماضي اتخذ فعل دل على حدوث الاتخاذ في الزمن الماضي إذن أسس الدولة في سوريا الفعل الماضي في هذه الجملة أسس انظر جيداً إلى حركة آخر هذا الفعل أسس إنها الفتحة إذن هو فعل ماض مبني على الفتح إذن كيف سنعرب أسس؟ بسرعة سنقول فعل ماض مبني على الفتح أسس فعل ماض مبني على الفتح انظر معي أيضاً اتخذ القلعة مقراً له أين الفعل الماضي في هذه الجملة؟ اتخذ إذن اتخذ فعل ماض ما حركة آخر هذا الفعل؟ إنها الفتحة إذن هذا الفعل فعل ماض مبني على الفتح اتخذ فعل ماض مبني على الفتح هيا عزيز الطالب لنستنتج القاعدة الفعل الماضي مبني على الفتح الفعل الماضي مبني على الفتح أجب معي هذا التدريب حول الفعل المضارع إلى فعل ماض واضبطه بالشكل يختص كل سوق بنوع من البضائع أين الفعل في هذه الجملة؟ يختص وهو فعل مضارع لاحظ حركة آخر هذا الفعل إنه الضم كيف سنحوله إلى فعل ماض اختص اختص كل سوق بنوع من البضائع اختص فعل ماض يزور السياح حلب الشهباء يزور الآن إذن هذا فعل مضارع هيا حوله إلى فعل ماض زار زار السياح حلب الشهباء ما رأيك أن تضلل الفعل الماضي في هذه الأفعال؟ يستعد يستعد الآن إذن هذا فعل مضارع مات مات في الزمن الماضي أطال الله في أعماركم وأعمار من تحبون أسافر أسافر الآن إذن هذا فعل مضارع أكمل أنا أطلب منك أن تكمل إذن هذا فعل أمر أذهل أذهل وانتهى إذن هذا فعل ماض ننظر فعل مضارع صرخ فعل ماض حافظ فعل أمر اضط الكلمات التي تحتها خط مع بيان السبب انتبه جيدا رتب الطالب الغرفة رتب ما نوع هذه الكلمة من أقسام الكلام فعل ما نوع هذا الفعل من حيث الزمن رتب وانتهى في الزمن الماضي إذن هذا فعل ماض وتذكر الفعل الماضي مبني على الفتح إذن فورا رتب لأنه فعل ماضي مبني على الفتح انظروا إلى جملة أخرى قال سعيد المبيد الحشري ضار قال فعل ماضي مبني على الفتح قال أكل شريبة لعبة لبيسة كل هذه الأفعال أفعال ماضية مبنية على الفتح سننتقل الآن إلى تدريب رائع الإعراب أعرب الفعل الماضي في الجمل التالية أعرب ما معنى أعرب؟ أي حدد موقع الكلمة في الجملة صنع الأولاد زوارق ورقية صنع لاحظ حركة آخر هذا الفعل الفتحة إذن فعل ماض مبني على الفتح الفعل الماضي مبني على الفتح الفعل المضارع مرفوع وع叫 رفعه الضم تعتر الطفل الصغير في مشه تعتر نعم فعل ماضي مبني على الفتح تعثر وانتهى في الزمن الماضي هذا ما دلل لي على أنه فعل ماضي اختر الإجابة الصحيحة حط رحاله فيها اعراب حط فعل ماضي منصوب مبني مرفوع الفعل ماضي مبني على الفتح اذا فورا مبني حلب بقرته الشهباء فيها حلب فعل ماضي مبني على الضم على السكون على الفتح انظر إلى حركة هذا الفعل انه الفتح اذا حلب فعل ماضي مبني على الفتح ما رأيك أن تكتب جملة تبدأ بفعل ماضي اختر ما شاء لك من الأفعال الماضية كان اختياري نجح المجتهد نجح المجتهد لذا اجتهدوا كي تنجحوا تذكر معي عزيز الطالب أنواع الفعل من حيث الزمن ثلاثة الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر الفعل المضارع هو الفعل الذي يدل على حدوث عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل مثل يفزع تفرح وتذكر معي أيضا الفعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم أما الفعل الماضي فهو مبني على الفتح كانت رحلة رائعة بين الأفعال شكرا لحسن استماعكم إلى أن ألقاكم لكم مني كل التحايا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا